التوتر على أشده في البرلمان التونسي مشدات كلامية كاد تتحول إلى تبادل للعنف الجسدي الأمن يدخل قبة البرلمان وهي سابقة في تاريخ العمل النيابي وصلنا إلى المقر الفرعي للبرلمان وكانت الصورة هكذا استنجد راشد لغنوشي بوزارة الداخلية وطلب فك اعتصامنا بالقوة وهو ما يؤكد للمرة المليون فشل هذا الرجل في إدارة المجلس في إدارة الأزمات تصاعد الأزمة دخل معه الرئيس قيس سعيد على الخط هذه المرة بلغة تحميل المسئولية والتحذير بأن الوضع لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد الوسائل القرورية المتاحة في الدستور موجودة لدي اليوم بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولكن لن أريد اللجوء إليه في هذا الظرف بالذات ولكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير عليه الأزمة السياسية تدخل منعرجا خطيرا بدخول الأمن والقضاء في معركة برلمانية وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الحكومية أياما قبل إعلان اسم رئيس الحكومة المكلف هذا سلقي بذلاله أيضا على مسار التشكيل الحكومة سيرفع في منسوب التصحيد بالنسبة لكل طرف وسيجعل رئيس الجمهورية ربما في مجال ضيق جدا للمناورة ومع اقتراب نهاية المهلة الرئاسية لتقديم مرشحي الأحزاب لتكوين الحكومة الجديدة ففصل الطبقة السياسية أكثر فأكثر عن واقع اجتماعي محتقن يهدد بالانفجار في أي لحظة وفق المتابعين بين حكومة مغادرة وأخرى منتظرة تسعى الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية بشتى الوسائل والمناورات الممكنة لقلب موازين قوى لصالحها لتشتد المعركة تحت قبة البرلمان في ذل أزمة سياسية مفتوحة على كل سيناريوهات ورد عبدالله العربية دونس